ملك كسرة ليس بأعدل منا والسلام على من اتبع الهدى هذا ما قاله خليفة المسلمين عمر بن الخطاب لعمر بن العاص وجعلته يرتعد من شدة الخوف عندما قام سيدنا عمر بن العاص بفتح مصر أراد أن يبني مسجداً كبيراً ليسع جمع المسلمين فأراد أن يشتري قطعة أرض كانت لسيدة قبطية فطلب منها فرفضت قالت أن الأرض خاصة بأيتام هي ترعاهم وليس لي أن أبيعها حجة السيدة القبطية كانت قوية لكن في نفس الوقت كان المسلمين محتجين الأرض ليوسعوا الجامع فحال عليها عمر بن العاص وكان داهية على السيدة القبطية بحيلة ليأخذ الأرض ولكنها غضبت واشتكته إلى القساوسة والرهبان بالكنيسة فأشاروا عليها أن تذهب إلى المدينة المنورة حيث الخليفة عمر بن الخطاب لتعرض عليه شكواها أخذت السيدة خادمها وسافرت إلى المدينة المنورة ولما وصلت سألت على خليفة المسلمين فدلوها عليه ولكن السيدة تعجبت لحاله فلباسه بسيط ولا يوجد له حراس فشكت السيدة في أنه أمير المؤمنين فسألته أنت عمر؟ قال لها نعم قالت أنت أمير المؤمنين وهي تتعجب قال لها نعم وقالت أنا جئت من مصر شاكية من وليها عمر بن العاص وحكت له القصة باختصار فأخذ عمر قصاصة من الورق وكتب عليها جملة واحدة فقط ملك كسرى ليس بأعدل منا والسلام على من اتبع الهدى وقال لها أعطيها لعمر بن العاص أخذت السيدة الورقة وانصرفت وحينما قرأتها تعجبت ما هذا الرجل؟ هل جئت من آخر الدنيا كي يعطيني هذه الورقة؟ أين عدل عمر الذي يتحدثون عنه؟ وغضبت وألقت الورقة على الأرض فالتقطها الخادم دون أن تراه وذلك ليعطيها للقساوسة ليروا كيف أهانهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وعادت السيدة القبطية إلى مصر فقابلها رجال الكنيسة وسالوها فحكت لهم ما حدث سألوها عن قصاصة الورق قالت لهم ألقيتها في الأرض عاتبها القساوسة والرهبان وقالوا لها لماذا لم تحتفظ بها كي نثبت للناس زيف المسلمين وكذبهم وهنا أخرج الخادم الورقة وقال لهم لقد أخذت الورقة وجئت بها ففرح القساوسة بالورقة وذهبوا بها ليواجهوا عمر بن العاص وحين وصلوا انتظروا قدوم عمر بن العاص وحين أقبل في موكبه يلبس أفخر الثياب وحوله الحراس والجنود وقد بدت عليه مظاهر القوة والعزة والهيبة فلما ترجل عن فرسه اقترب منه كبير القساوسة وحكى له ما حدث وسلمه القصاصة فتح الأمير عمر بن العاص الورقة وقرأها ملك كسرى ليس بأعدل منا والسلام على من اتبع الهدى تحكي السيدة القبطية أن سيدنا عمر بن العاص عندما قرأ الورقة أصفر وجهه وارتعشت قدماه حتى كاد يسقط على الأرض فأسند ظهره على الحائط وقال للسيدة القبطية جئت الجامعة لأصلي فلو شئت أم هلتيني أصلي ثم أهدم المسجد في الجزء الخاص بك ولو شئت بدأنا في هدمه الآن ذهلت السيدة القبطية وذهل القساوسة مما رأوا وقالت بل صلي ولكني أرجو أن توضح لي ماذا تعني هذه الورقة قال سيدنا عمر بن العاص أن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب قبل إسلامه ذهب في رحلة إلى بلاد الفرس وكان ملك كسرى يقيم ليالي الاحتفالات بعياد الميلاد أمام قصره وكان يوقف الاحتفالات عندما تمر سيدة عجوز ببقرتها من أمام القصر ثم يستأنف الاحتفالات بعد مرورها وفي أحد الأيام وبينما المرأة تمر ببقرتها أمام قصر الملك غاطت البقرة يعني تبرزت أمام مجلس الملك فغضب أحد حراسه وقام بالسيف وقطع رقبة البقرة فما كان من ملك كسرى إلا أن أمر بقطع رقبة الحارس في الحال ذهل سيدنا عمر بن الخطاب وسأل من هذه المرأة العجوز؟ قالوا إنها كانت تملك أرضا خلف قصر الملك ترعى فيها بقرتها فلما أراد ملك كسرى توسعت القصر طلب منها تبيعه الأرض فرفضت فعرض عليها أرضا أكبر من أرضها وأكثر خصوبة في الجهة المقابلة للقصر فقالت العجوز للملك أخاف أني عندما أمشي ببقرتي أمام القصر تمنعوني فتعهد لها كسرى أن لا يتعرض لها أحد فلما خالف الحارس عهد الملك قتله ولهذا حينما قرأ سيدنا عمر بن العاص الرسالة ليس ملك كسرى بأعدل منا والسلام على من اتبع الهدى فهم فورا أن الخليفة عمر بن الخطاب يهدده بقطع رقبته إذا ظلم السيدة القبطية فما كان من عمر بن العاص إلا أن هدم هذا الجزء من المسجد وعادت ملكيته إلى الكنيسة وفيها نصارى مصر إلى يومنا هذا هذا هو إسلامنا خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب كان مستعدا أن يقطع رقبة وليه على مصر من أجل قطعة أرض لسيدة قبطية أنت الحاكم العادل يا عمر حمدا لله على نعمة الإسلام دين عدل وسماح وسلام